بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند بشكر بالتأكيد كل الناس اللي تفعلت معنا على حلقة الأمس والكلام اللي قلنا نبارح فيه حلقة الأمس من برنامج التريند ومناقشة القضية بشكل يعني تفصيلي مهم جدا بخصوص خروج منتخبنا الوطني التعامل الفني والتعامل الإداري في اتحاد الكورة خلال الفترة الأخيرة مشاكل الكورة المصرية جاية منين هتتحلل ازاي أفضل الحلول يعني قدر الإمكان حاولنا نبارح يعني نقدم مادة إعلامية مفيدة لكل الناس لأن في النهاية إحنا مصلحتنا هي مصلحة حضراتكم هي مصلحة الكورة المصرية النهاردة بالتأكيد فيه تطورات جديدة فيه بيان خرج من اتحاد الكورة فيه اعتزار وفيه تفاصيل عن اجتماع مقبل في الفترة اللي جاية النهاردة كمان فيه كلام مهم جدا متعلق به الساعات الأخيرة لفترة القيد حالة النهاردة بالتأكيد هتكون استكمالا لما تحدثنا عنه بالأمس وبالتأكيد هنتناول كل الجديد وكل الأخبار والكواليس الحصرية دايما زي ما انتم متعودين بتسمعوها من خلالنا في برنامج التريند كمان هنتكلم النهاردة على موضوع النادي الأهلي والاستعداد للفترة اللي جاية تم تحديد موعد مباراة الأهلي والشباب بلوزداد النهاردة هنعلن توقيت المباراة بإذن الله بشكل رسمي النادي الأهلي هيستعد الزي للفترة اللي جاية متى يستعنف الأهلي تدريباته في الساعات القادمة عودت الدوليين وأول مرأة للدوليين امتى؟ كل ده النهاردة بالتأكيد هنتكلم عليه في برنامج التريند لكن في البداية كان مهم جدا أشكر حضراتكم على التفاعل الإيجابي اللي شفته من خلال منصات السوشيال ميديا على حلقة مبارح لأننا مبارح ما كناش بنتكلم إلا للمصلحة العامة والكلام كان انطلع من القلب ما كناش محضرين بشكل كبير احنا عايزين نقول ايه ولا نهاجم مين ولا ننتقد مين لا احنا رصدنا بالتفاصيل بداية الأزمة كانت منين؟ خط سير المنتخب كان ماشي ازاي؟ برنامج التريند كانت من البرامج اللي كانت بتركز دايما على الأمور السلبية اللي كانت موجودة في الفترات السابقة والنتيجة في النهاية هي الأمور اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفترات السابقة يعني النتيجة بالنسبة لنا كانتش مفاجأة كلنا كنا متخوفين ان النتيجة دي توصل لشكل المنتخب وأداء المنتخب في الفترات الأخيرة نتيجة عدم وجود تخطيط وإدارة داخل اتحاد الكرة فالنهاردة بإذن الله هنكمل على نفس الموضوع وهنرصد يعني هنرصد بالتأكيد وهنسرد تفاصيل مهمة جدا وكواليس مهمة جدا على موضوع منتخبنا وبالتأكيد كمان هنتكلم على النادي الأهل ان فيه كلام مهم جدا متعلق باستعدادات النادي الأهل للفترة اللي جاية لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف برضو يعني وجهة نظركم أراءكم بالنسبة لنا يعني مهمة جدا وفي الأولوية بالنسبة لبرنامج إلتريند من وجهة نظركم هل يستمر فيتوريا مع المنتخب أم يرحل وفي حال رحيله من الأنسب لخلافته تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم وعراءكم لأنه زي ما قلت في البداية أولوية بالنسبة لنا هنا في برنامج إلتريند نسمع رأي الناس إحنا هنا في برنامج إلتريند مش نبضي الناس بس على السوشيال ميديا كمان في الشارع فمهم جدا كل الناس تشارك في الإجابة على السؤال عشان نعرف الناس بتفكر إزاي لعله وعسى يعني ممكن يكون حد من المسؤولين قاعد بيسمع لأننا بصراحة بصق دايما في رأي الناس الناس دايما هدفها المصلحة العامة ملهاش أمصلحة شخصية الناس كل هدفنا تفرح تبقى مبسوطة منتخب بلدها تبقى مبسوطة أن القرى المصرية رايحة في اتجاه كويس فأكيد رأيكم النهاردة يكون مفيد بالنسبة لنا زي كل الفترات اللي فاتت لكن نروح بسرعة لأهم العنوين البداية في ترند الأهلي الفريق يستانف تدريباته الخميس وفي الترند المحلي مد فترة القيد سبع ساعات وأخيرا خلافات في مجلس اتحاد القرى بسبب فيتوريا عند النهاردة كلام كتير على موضوع استعناف تدريبات الأهلي إمتى بالضبط بقرى يمكن بداية التدريب الدوليين إمتى مد القيد سبع ساعات هل القيد ده خلاص أخير قرار ولا ممكن يطلع قرار تاني النهاردة الساعة عشر بالليل موقف فيتوريا الشرط الجزائي التعاقد كل ده بتأكيد هنتناوله النهاردة في برنامج الترند لكن نروح لي أبرز مباريات اليوم والنهاردة في جولة جديدة من مباريات تكأس الربطة يمكن منذ قليل كانت فيه مباراة ما بين طلع الجيش والجونة ويمكن مع بداية الحلقة طلع الجيش متقدم على الجونة بهدف مقابل لشيء الساعة سبعة ونص الاتحاد السكندري مع امبي الدوري الإنجليزي النهاردة الساعة تسعة ونص فيه مباراتين في توقيت واحد منشستر سيتي هيلعب مع بيري توتن هاموت سبير هيلعب مع برينت فورد وفي الساعة العشرة والربع مباراة قوية جدا وقمة المباريات ما بين ليفربول مع تشيلسي نروح لدوريا الأسباني والساعة السامنة من مساء اليوم برشلونة هيستضيف أساسونا وفي العشرة أتليتكو مدريد في مواجهة مع رايو فاليكانو نروح لمباراة كأس أسيا والنهاردة فيه مباراتين فيه مباراة لعبة الساعة اثنين وانتهت تمنذ قليل اليابان كسبة البحرين ثلاثة واحد والساعة ستة فيه مباراة ما بين إيران والسوريا كأس العام الإفريقية مش معنا النهاردة خلاص مباراة دور 16 انتهت مبارح وشهدت بالتأكيد عدة مفاجآت خروج السنغال خروج المغرب يعني يبدو أن كأس الأم السنية هيكون فيها مفاجأة مدوية وجود الرأس الأخضر الكنغو الدموقراطية غينية جنوب إفريقيا جاية من بعيد وبتشارك وأقصة المغرب وتتأهل لدوري الثمانية يمكن من القوة العظمى اللي موجودين في البطولة بنتكلم على كودفارو ناجيريا ولكن هنشوف الأيام اللي جاية مع انطلاق مباريات دوري الثمانية يملجوم على اللي جاية هل فيه مفاجآت تانية ولا الأرقام المنطقية والأسماء الكبيرة هي اللي هتستمر حتى المباراة النهائية طيب نخرج إلى فاصل ونرجع بعد الفاصل عندنا 3-4 ملفات مهمين جدا هديكلم فيهم بتفاصيل وبكواليس مهمة جدا ولكن بعد الفاصل أخيرا أخيرا ظهر اتحاد القرى النهاردة بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية مباراة منتخبنا الوطني كانت يوم الحد اللي فات النهاردة الأربع يعلم نتكلم بعد 72 ساعة من خروج منتخبنا الوطني اتحاد القرى خرج النهاردة وأصدر بيان إعلامي البيان في مضمونه نقطتين أولا الاتحاد بيعتذر لجموع الشعب المصري ولجماهير القرى المصرية في المقام الأول على الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد واللي كان المفروض منوط بيها من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة ولكن لم ينجح المنتخب ولم ينجح الاتحاد في التخطيط لهذا المنتخب وخرجت الجماهير المصرية حزينة على أداء وظهور المنتخب في هذه النسخة من كأس الأمم في الكود ديفوار المجلس كمان في سياق بيانه تقدم بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهود بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي ده الجانب الأول من البيان الجانب الثاني إن مجلس الإدارة بيؤكد إنه هو يعني جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية لذلك المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يتدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة طيب نرجع بقى أنا أقول لكم الاتحاد بيفكر في إيه خلال الفترة اللي جاي الاتحاد عنده ملفين بيشتغل عليهم اتحاد الكورة مجلس الإدارة خلال الفترة اللي جاية عنده ملفين بيشتغل عليهم أو عنده اتجاهين أولا اتجاه أنه هو عنده خطة إعداد للمنتخب الأولمبي اللي هيشترك أو اللي هيشارك في دورة الألعاب الأولمبياء في باريس خلال الصيف اللي جاي وحنا بنتكلم في غلاص بنتكلم في شهور يعني بنتكلم في 4-5 شهور والمنتخب هيسافر باريس عنده دورة الألعاب الأولمبياء مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي فجانب الإعداد للأولمبياء بالتأكيد المجلس ذا هيستمر هيستمر لغاية نهاية مدته وفكرة إن المجلس يقدم استقالة الموضوع دا مش وارد بعد ما تأكدت بمعلومات رسمية فكرة إن هذا المجلس يتقدم باستقالته الأمر دا مش وارد فيه ناس في المجلس عايزة تقدم استقالة فيه ناس في المجلس عايزة تقدم استقالة على فكرة العدد مش عضوة أو اتنين واحد بيتكلم بجدية والتاني بيقول أنا ما عندش مشكلة هقدم استقالة لو كلها يستقيل بالإضافة لكده إن الكابتن حازم المشرف على المنتخب ما عندهش مشكلة حتى إنه هو لو ما قدمش استقالة مالوش علاقة بالإشراف على المنتخب حتى نهاية مدة المجلس الحالي أنا بقول لكم معلومات بما يدار حاليا على طولة الاجتماع في اتحاد القرى لأنه النهاردة النهاردة كان فيه اجتماع ودي حضروا سبعين في المية من أعضاء مجلس الإدارة وبعد هذا الاجتماع الودي خرج هذا البيان يعني أنا نهاردة وانا داخل الحلقة وتقول لكم النهاردة فيه اجتماع ودي لغاية دلوقتي مستمر بس مغرد بداية الحلقة الاجتماع خلص وصدر هذا البيان ففكرة الاستقالة مش واردة بنسبة كبيرة خلاص الناس هتكمل نهاية مدتها ليه بقى كمان؟ فكرة ان لو حصلت استقال اصل المدير التنفيذة هيدير المجلس لغاية موعد انعقاد الانتخابات في شهر 8 اللي جاي ده مش هيحصل دلوقتي الفيفا اي مجلس بيستقيل بيعين لجنة موضوع ده على فكرة بقى بيحصل في كل اتحادات افريقيا ما بيحصلش في اتحادات اوروبية او اتحادات في امريكا الجنوبية افريقيا بس هي اللي بيحصل فيها دي بيحصل فيها ده اي اتحاد بيستقيل بيتعايل لجنة ما بيتمش اسناد الامور التنفيذية للمدير التنفيذي ما بيحصلش الكلام ده بيتعايل لجنة ففيه تخوف ان فكرة اللي جان تيجي من تاني وتقعد من تاني وبدل ما يكون في انتخابات بعد 5-6 شهور لانا نفسنا داخلين في اللي جان ممكن تقعد سنة وسنتين زي ما حصل في 2019 فدي وجهة نظر قد تكون وجهة نظر صائبة ماشي استحملنا سنتين ما جاتش على 4-5 شهور الجايين كده كده الدور المفروض في ربطة بتديره المجلس مالوش علاقة بيه بس اتمنى المجلس في ال 6 شهور اللي جاية يعني اتمنى يشوفوا اخطاءهم فين ويعالجوها وتيجي ناس تانية الدير والناس اللي كانت مقولة دلوقتي ما تترشحش اصلا يعني اتمنى ده يحصل في الفترة اللي جاية لان بصراحة يعني التجربة كانت تجربة مريدة مش تجربة ان المنتخب خسر على فكرة ما السنغال خرجت والمغرب خرجت واوعى حد يقول ان خروج المنتخبات الكبيرة دي مبرر ان كل الكبار خرجوا لا في ناس بتخطط ولكن سوء توفيق مدرب ما كانش موفق في يوم المباراة في يعني حاجات تقول ان الناس دي خرجت بس الناس دي بتخطط لكن احنا هنا لا محدش بيخطط محدش بيخطط محدش يقارن نفسه بخروج السنغال وخروج المغرب الامر مختلف تماما دي ناس عندها منظومة بتشتغل عليها في يوم ما كانتش موفقة غلطة حكم مدرب مش موفق مدرب مغرور وارد على فكرة يعني وارد جدا ان فيه منتخب من المنتخبات الكبيرة خرجت ان عندها مدرب مغرور اشغل نفسه بتصريحات عنترية مركز في المباراة خرج ولكن تيجي تبص على المنظومة نفسها لا المنظومة شغالها كويس فمحدش يقارن خروج المغرب والسنغال بخروج مصر الموضوع مختلف احنا عندنا مشكلة لو عايزين نحل واحنا هنا بنتكلم عشان نحل فبالتالي الاتحاد هيكمل عشان ما نخشش في موضوع اللجان اوكي بس هل ليحة النظام الاساس هتتغير اتمنى فكرة ان الانتخابات تبقى بالقوام المغلقة اتمنى تتغير واتمنى شوف وجوه جديدة واتمنى شوف ناس لها علاقة بالإدارة الرياضية مش لازم تكون لعبة كورة اتمنى يبقى فيه تنوع في الاختيارات واتمنى الجمعية العمومية يبقى ليها دور ولو مرة واحدة في اختيار مجلس إدارة يقود القرى المصرية للأمام واتمنى الناس اللي تيجي يكون لها علاقات خارجية مطلعة على الملفات الخارجية اتمنى يكون فيه اختصاصات مختلفة ناس لها دور في تأهيل الحكام ناس لها دور في ضبط اللوايح داخل الاتحاد ناس تعرف تعمل هيكلة في المنظومة ناس تعرف تختار اجهزة فنية اتمنى يكون فيه تنوع في الاختصاصات ما تبقاش القصة يعني ايه مين اللي عنده قطلة تصوطية لو عايزين نصلح والله هنصلح كده ده جانب الجانب التاني جانب الجهاز الفني المعلومة اللي عندي ان الجهاز الفني بقية روي فيتوريا الموضوع خلاص اصبع محسوم سيتم توجيه الشكر لروي فيتوريا يعني تقريبا على اجتماعي ومالحد اللي جاي الاتحاد هيعلن بشكل رسمي الصيغة اللي توصل اليها لتوجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا روي فيتوريا مش هيكمل الموضوع خلاص اصبع محسوم الموضوع منتهي النهاردة الاربع لغاية الحد اللي جاي فيه مهل اربع خمس ايام الاتحاد في الاربع خمس ايام دول بيشوفوا صيغة انه هم يفوق الارتباط مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ده اللي هيحصل في الاربع خمس ايام اللي جايين عشان جدا الاتحاد قدم نفسه مهلا يوم الحد اللي جاي هيعلن لحضراتكم بعد الاجتماع ودراسة التقارير ايه القرار اللي هيتخذ وفي نفس الوقت انا هيكون فيه صيغة وفيه تفاهم مع روي فيتوريا هل يتنازل عن شهر يتنازل عن شهرين ياخد الثلاث شهور يعني انا قصة بالنسبالي اللي تعاقد واللي اتفق واللي عمل العقد بالشكل ده يحل المشكلة لحضر العفريت يصرفه لحضر العفريت يصرفه فبالتالي الجهاز الفني ده شكرا ونبدأ نختار جهاز فني جديد واتمنى اللي يختار يبقى فيه ناس بتفهم وعرفة متطلبات المرحلة اللي جاية احنا محتاجين ايه انا القصة بالنسبالي لا هتفرق معي مدرب وطني ولا مدرب اجنبي بس بالنسبالي يفرق في كام حاجة المدرب اللي ييجي يكون مدرب منتخبات المدرب اللي هيجي يكون اشتغل في القرى الافريقية وعارف تفاصيل القرى الافريقية المدرب اللي هيجي يكون مطلع وعارف تفاصيل كتير عن القرى المصرية مش محتاجين حد لسه هيجي يتفرج ويجرب لان السنة دي انا قلت مبارح السنة دي احنا عندنا ارتباطات مهمة جدا ومع كامل احترامي لكل الناس اللي خرج بما فيها ناس مسؤولين كبار كمان قالوا ان احنا ما عندناش السنة دي غير مطشن في تصفيات كاس العالم الكلام دا غلط مصر السنة دي عندها حدثين مهمين جدا الجولة التالتة والربعة من تصفيات كاس العالم في شهر ستة وكل التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس الأمم عشرين خمسة وعشرين هتتلاعب عشرين وعشرين وعشرين مطشن في تسعة مطشن في عشرة مطشن في حداشر اتمنى يعني الاتحاد يعني للأجندة لاني واضح ان الناس بتتكلم واي مش عارفة منتخب مصر السنة دي عنده حدثين مهمين جدا يا اما يروح كاس عالم اما يخرج يا اما يروح كاس أمم اما يخرج الناس اللي فاكر ان فيه رفاهية في الوقت مفيش رفاهية في الوقت يا جماعة لازم القرار يتاخد خلال الساعات اللي جاية انا مبارح قلت النهاردة قبل بكرة ولازم يجي جهاز فني بسرعة عشان المرحلة اللي جاية ففيتوريا موقف امتهى لو فيه ناس بتحاول تطلب من فيتوريا انك ليك شرط جزائي ثلاث شهور وتمسك بيهم يعني ما تحاولوش كده كده المدير الفني البرتغالي عارف مصلحته مش محدك حد يسخنه يقوله تمسك بعقدك اللي اتحاد غلطان اللي التحاد هو اللي جابك وقالك كأس العالم يعني القصة مش هتفري كتير حد يسخنه حد ما يسخنوش انا كل اللي هميني يتم فك الارتباط والاعلان ده بشكل رسمي والاسبوع اللي جاي بحد اقصى يكون تم الاتفاق على تعيين جهاز فن جديد عنده خبرات عنده خبرات ناس معاها شهادات مرة واحدة اشتغلوا بالعلم اتمنى مرة واحدة تشتغلوا بالعلم المدرب المساعد اللي حاليا مع الكود فور مدرب عنده 40 سنة وكان مساعد للمدرب الفرنسي لسه مبطل من كم سنة بس واخد رخص تدريبية تسمحه نيقود الجهاز الفني لمنتخب الكود فور تيجي تبص على الجهاز الفني المنتخب مصر لو مش روي فيتوريا مين مساعد مع روي فيتوريا مصري ممكن نديله المسئولات في الساعة اللي جاية مش هتلاقي عشان كده بقول لكم اتمنى يكون فيه اختيار مبني على قواعد ودراسة وعلم ما تبقاش القصة سين صاد عين مين بيتكلم كويس مين الناس بتحبه مين برنامج بيدعم ده ولا بيكره ده نفسه مرة نختار صح لان الاختيار الصح هو اللي هيقودك الى نتيجة ايجابية ده جانب طيب اتحاد الكورة لسه ملفاته ما خلصتش عندنا جانب تاني وهو متعلق بملف القيد النهاردة اخر موعد لملف القيد الافريقي النهاردة 31 يناير الساعة 12 بالليل السيستم بتاع الاتحاد الافريقي هي تقفل وما حدش هيقدر يسجل على القيمة الافريقية ولكن في القيد المحلي في دوشة الناس تقول لي دوشة اه في دوشة ده في دوشة كبيرة والدوشة سببها اتحاد الكورة من دي وان برضو لانه لم يعلم الخطوات الاتخاذها مع الاتحاد الدولي عشان يمد القيد في شهر يناير اولا الاتحاد الدولي مالوش علاقة اطلاقا بموعد القيد بتاعتك الاتحاد الدولي عشان بس الناس تبقى فاهمة دنيا ماشي ازاي انت كل سنة لك 16 اسبوع دي فترة الترانسفير اللي انت تقدر تفتح فيها السيستم وتسجل فيها اللاعبين ال 16 اسبوع انت كاتحاد وطني اللي بتحدد اوزحهم ازاي في الصيف وفي الشتا فيه ناس بتقولك اخد 8 في الصيف 8 اسابيع اللي هو ما شهرين واخد 8 اسابيع في الشتا كل واحد بيختار حسب ارتباطاته هنا في مصر ما استغلناش الفترة المناسبة اللي هي حد اقصى 12 اسبوع في الصيف فكان متبقي عدد اسابيع فبالتالي احنا كالاتحاد مصر رحلنا عدد الاسابيع دي للشتا وبلغنا الفيفا والفيفا طالما انت بتشتغل على نفس الديد لاين اللي هو حدده ما عندهش مانا فبالتالي القد في مصر المفروض على سيستم الفيفا اخره 22 فبراير الاتحاد المصري لغاية اللحظة اللي بتكلمكم فيها دي ما قالش الحد رسمي ما قالش لاي نادي بشكل رسمي ان القد ممتد ل22 فبراير ولكن النهاردة تبقى للمنشور اللي كان بعته في شهر 7 اللي فات ان القد في يناير اخره 31 يناير الساعة 3 العصر فجات الساعة 2 قبل معادة الساعة 3 اللي هتعلوم يا جماعة لا مش هنخلص 3 هنخلص 10 بالليل وعلى هذا الاساس السيستم لغاية دلوقتي مفتوح لغاية 10 بالليل هل هتيجي الساعة 9 بالليل يبقى فيه نادي عنده مشكلة في القيد لسه ما سجلش انه بيجيب 10 لعيب أو 15 لعيب والقصة مرة واحدة كده ما تعرفش فتح يتعرابي عمينين وبالتالي يقولك لا تممدي للغاية بكرة الصبح فيمدي للغاية بكرة الصبح اتعاملوا مع القيد مش على انه هو موعيد خروج موظفين وهتعمل شفت مساء وشفت صباحي اتعاملوا مع القيد على انه ارقام مالية فيها ارباح وخسائر حركة الترانسفير ما بتشتغلش بالشكل ده يا جماعة يعني ارجوكم انتوا في المنتخبات عندكم مشكلة في موضوع القيد لما تبدو القيد ما تقولش لغاية 10 بالليل لا قول مثلا لغاية 1 فبراير لغاية 2 فبراير لغاية 5 فبراير قول لغاية 22 فبراير قول ان المد ده اللي جال من الفيفا انا عمده للدرجة التانية والتالتة يبقى فيه صراحة يبقى فيه صراحة مش لازم يتقلقوا اعملوا يعني انتوا من نفسكم تشتغلوا وتقولوا لمصلحة الاندية ايه اللي هيتعمل بس للأسف ده ما بيحصلش والنهاردة 10 بالليل هنشوف هيتمد ساعتين ولا هيتمد البكرة الصبح هل الاندية خلصت هل اللي عمل استعلام خلص هل النهاردة بيوقع مع العيبة سجل وخلصها يعني انتوا عارفين الساعات الاخيرة فيه دوشة كثيرة في موضوع التسجيل فأتمنى ان الاتحاد يبقى واضح في مسألة القيد لان احنا كاعلامين على اقل لازم المعلومة بالنسبة لنا تبقى واضحة النهاردة انا عشان اجيب معلومة ان القيد بس هيتمدل 10 بالليل مش هقل من 20-30 تليفون وناس بترد وناس ما بترد شو ناس تقول لك احنا مش عارفين اصل قرار اصل هنرجع اصل هنشوف لغاية لما عرفت ان بس هتمدى 10 بالليل وحتى الغاية دلوقتي الاتحاد ما علناش حتى للناس بلغ بقى لان دي بس فعموما هنشوف ايه اللي هيحصل فيه الساعات اللي جاي اخر حاجة النادي الاهلي بقرى عنده تمرين باذن الله تدريب مسائي بقرى بداية التدريبات في النادي الاهلي استعداد لمبارات الاهلي وشباب بولزداد وخدوا مني المعلومة دي بشكل رسمي مطش الاهلي وشباب بولزداد تحدد رسميا يوم 16 فبراير بعد 16 يوم الاهلي عنده مباراة مهمة جدا مؤجلة في دوري ابطال افريقيا فالاهلي عنده بالزبط 15 يوم استعداد لمبارات شباب بولزداد كولر كان بعد ما رجع من معسكر الامارات خد اجازة 4 ايام سافر سويسرا النهاردة يرجع بالليل القاهرة دلوقتي وعامل اجتماع فيجي كونفرنس مع الجهاز الفن عشان المرحلة الجاية وتدريبات المرحلة الجاية كان بيفكر ان اللاعبين الدوليين اللي انتهى مشوارهم في كاس الأمن سواء من منتخب مصر او المنتخبات الاخرى على اقل يعني علي معلول لان لسه بيرسي تاو وقال يوزينجي مكملين نتمنى لهم التوفيق ربي يوصلوا حتى فينال اللاعبة دي المفروض كولر كان عايز يدي اجازة لغاية يوم 6 اتنين 6 اتنين يعني نتكلم لغاية التلاتة الجاية او الاربعة اللي جاي في وجهة نظر في الجهاز الفني بلاش مدة طويلة وماتش بلوزار يتحدد رسمي يوم 16 فبراير فالافضل تبقى الاجازة لغاية يوم السبتة او الحد واللعيبة ترجع للتدريبات خاصة في ظل ان في لعيبة ما شاركتش اصلا في كاس الأمم يعني معدل المشاركة لعدد من لعيب الاهل الدوليين كانت بنسبة قليلة جدا ما كانش العدد الكبير اللي متواجد مرة انا اعطي لعب ماتشين ثلاثة اللعبش الاربع مباراة كلهم كهربا لعب نص ساعة في مباراة الرأس الأخضر يمكن منعم الوحيد اللي لعب الاربع مباريات الشناوي لعب وتعرض لإصابة هو يغيب حوالي ثلاثة اربع شهور فالمسألة نسبية شوية فاعتقد خلال الساعات اللي جاء هيتحدد المعاد الرسمي لعودة الدوليين للتدريبات الجماعية اخر حاجة قبل ما اطلع لفاصل قايمة الاهل الافريقية النهاردة المفروض اخر معاد لتسجيل قايمة الاهل الافريقية قايمة الاهل الافريقية على فكرة الاهل يسجل في القيد الفترة الاولى اربعة وثلاثين لعب عشان يسجل في المرحلة الحالية بحد اقصى يسجل سبع لعب الناس تقولهم هو اربعة وثلاثين لعب يباقي ستة اوكي باقي ستة بس انت ليك حق انك تستبدل لعب بحد اقصى اربعة او تلاتة في حال لو اللعبة دي ما لعبتش فانت بقي لك ستة اماكن فعشان تستبدل هتستبدل واحد بس فانت النهاردة لو هتسجل هتسجل سبعة هتسجل سبعة من اللعبة اللي خرجت من قايمة الاهل الافريقية بنتكلم في صلاح محسن اللي خلاص الاهل اعلن بشكل رسمي فسخي تعاقده وبنتكلم فيه محمد فخري بنتكلم فيه رافة خليل معتز محمد محمد زعلوك دول مش موجودين في قايمة الاهل الافريقية وبالتالي قايمة الاهل الافريقية دلوقتي فيها تسعة وعشرين لاعب عشان تسجل هتسجل سبعة يبقى بحد اقصى هتوصل لستة وتلاتين لاعب بس مين السبعة لغاية دلوقتي تسجل اللاعب الفلسطيني وسامبو علي تسجل وسامبو علي وبالتالي قايمة الاهل الافريقية حالان تلاتين لاعب فيه أربع حراس مرمى في قايمة الاهل الافريقية الشنو مصاب فخرج خلاص مش هيكون موجود حتى نهاية المشوار الافريقي بنسبة كبيرة وباقي 3 حراس مصطفى شبير مصطفى مخلوف حمزة علاء دول 3 حراس موجودين في القيمة الافريقية هل هيستمر الوضع بهذا الشكل؟ هل ممكن يتم التدعيم في هذا المركز في الساعات اللي جاية؟ كل ده هنشوفه خلال الساعات القادمة وبالتأكيد أول ما يكون في حاجة رسمية هنعلن ونقول لحضراتكم وارد جدا كمان يتم دعم قيمة الال الافريقية بتلت أربع لعبين من قطاع النشئين تحديدا اللعيبة اللي كانوا موجودين مع الأهلي في معسكر الإمارات لأن بالتأكيد فرصة طيبة جدا بعد أنك شفت اللعيبة دي ممكن تخطهم في القيمة الافريقية لعل لو عسى ياخدوا خبراته خلال الفترة اللي جاي دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات والكواليس اللي كنا حابين نتكلم فيها بخصوص المنتخب اتحاد الكورة القيد والأهلي اللي بيستعد لماتش بلوزداد اللي بعلنه لحضراتكم رسميا الماتش يوم 16 فبراير في ملعب خمسة شولية في العاصمة الجزائر فاصل ثم نواصل نرجع بقى من تاني للسوشيال ميديا واللي اتكتب في الساعات الأخيرة على النادي الأهلي نتكلم في توقعات الصفقات القيد التدعمات اللي هيحصل في القيمة الافريقية نبدأ نشوف بقى السوشيال ميديا واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد وترند الأهلي ونبدأ نشوف اللي اتكتب على الاهلي في الساعات الأخيرة خاصة بعد نهاية مشوار منتخبنا في كاس الأمم نرجع بقى لإستعداداتنا المحلية والافريقية في الفترة القادمة البداية النهاردة معنا من حساب يلا كورة واللي بتكلموا فيها عن تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي قبل غلق القيد الافريقي فيها تفاصيل مهمة وبيقولوا مصدر ليلا كورة ان خلال الساعات اللي جاية الاهل هيتمم صفقتين قبل اغلاق باب القيد الافريقي وقالوا ان الاهل كان اتم قبل كده تعاقد مع عمر كمال عبد الواحد والمهاجم الفلسطيني وسام بو علي ولكن فيه تحرقات مكثفة قبل غلق باب القيد المحلي والافريقي التحرقات في اطار ايه؟ ان خلال الساعات اللي جاية الاهل هيحسم ضم علي لطفي على سبيل الاعارة بالاضافة الى ذلك ان هناك اتجاه لاضافة لاعب افريقي من قطاع الناشئين بيتم اختباره خلال الساعات الاخيرة عشان يدعم بيه الاهل مركز الزهير الايصر دي اخبار موجودة في موقع يلا كورة وعلى الصفحة الرسمية بخصوص تحرك الاهل خلال الساعات الاخيرة قبل غلق باب القيد الافريقي مساء اليوم الساعة 12 بالليل هل هيتم ده بشكل رسمي؟ هل ممكن الاهل يتحرك في الساعات اللي جاية ويدعم بمركز او مركزين؟ هنستنى ونشوف النهاردة لان بالتأكيد المعيار الاساس عشان تحكم على فترة الانتقالات مين اللي جبته وحطته في القايمة الافريقية الاهل جاب صفقتين عمر كمال عبدالواحد مش هينفع يتقايد في افريقيا لانه كان بيلعب مع فيوتشر في كاس الكون فيدرالية لكن المهاجم الفلسطيني وسام بو علي تسجل محلي وتسجل افريقي وبإذن الله يكون مع الاهل في المباريات الافريقية خلال الفترة اللي جاية طيب نروح لحساب الوطن الرياضي وفيه تعليق على فكرة علي لطفي هل ممكن ينضم للاهل في الساعات اللي جاية؟ حساب الوطن بيقول ان مصدر مطلع داخل الاهل كشف على ان علي لطفي هو الاقرب للعودة لصفوف القاعة الحمراء مشيرا الى ان الحارس استفسر عن ترتيبه بين الحراس بعد العودة علي لطفي رافض فكرة العودة للاهل عشان يوعد على الدكة هو لو هيرجع يلعب وقاله ان ده شرطه اساسي طيب انا بمعرفتي بعالي لطفي وعالي لطفي انا متواصل معاه الفترة الاخيرة علي مش بيتشرت على الاهل وعالي لو الطلب منه يرجع هو موافق انه يرجع وتقال له قبل كده لو حابب ترجع الاهل في اي وقت قاله همر ما عنديش مانا علي لا تكلم هيبقى اساسي ولا هتكلم هيبقى احتياطي ولو سألت علي نفسه على مين اساسي مين احتياط هتلاقي علي بيتكلم على مصطفى شبير اكتر ما بيتكلم على نفسه انا بقول لكم كلام انا عارفه يعني انا كلام اتكلمت فيه مع علي لطفي قبل كده علي لطفي لما خرج من الاهل خرج بناء على رغبته هو محدش من الاهل قال لي علي لطفي اطلع اعار او بيع علي هو اللي طلب انه يخرج وعالي هو اللي كان عايز يلعب ولكن في التوقيت الحالي لو الاهل طلب علي لطفي انا واثق ان علي هيقول انا اوكي عايز ارجع ما عنديش مشكلة ومش هيصل مين يلعب مين بيلعبش لان علي لما بتكلم معاها حتى على الحراس اللي اصغر منه واللي لسه اليوم مستقبل كبير الفترة الجاية بتكلم علوم كواس جدا واشاد قبل كده بمصطفى شبير في مطشاط افريقيا لما لعب مطش نهاء افريقيا امام الوداد المغربي فعالي مش بيتشرط علي اكيد لو هيرجع هيلعب لان اكيد الاهل جايب حارس مرمى او لو جاب حارس مرمى مش هجيب حارس مرمى عشان ان الحراس اللي موجودين الاهل مش بيوصح في قدراتهم هي الفكرة فكرة العدد انا لما استعرضت قائمة الالق الافريقية فيها اربع حراس مرمى منهم الشناوي مصاب وبنسبة كبيرة مش هيلحق بطولة افريقيا لان بطولة افريقيا السنة دي هتخلص مع نهاية شهر 5 بنتكلم في 3 شهور ودي مدة الاصابة اللي الشناوي هيغيب بسببها ولكن مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف ميتأيدين في القائمة الافريقية ولكن في حارس منهم هيتم استدعائه عشان دورة الالعاب الامبية هل هتكمل باتنين حراس بس سواء في افريقيا او في الدوري اكيد لا وارد جدا على فكرة لقدر الله حارس يتعرض لاصابة عضلية وارد جدا حارس يتعرض لانزار وانزار تاني او كارتة احمر فانت لازم تبعامل حساباتك في الفترة اللي جاية فالقالة ما بيفكر في الملف ده مش بيفكر فيه عشان مستوى فني بيفكر فيه عشان العدد وفي النهاية القرار اللي هيقوله مناسب نجيب ولا ما نجيبش هو مرس الكولر فهنستنى ونشوف اللي هيتم في الساعات اللي جاية حساب الوطن الرياض بيقوله تحرك مفاجئ من كولر تجاه كهرباء بعد عودته من المنتخب وبتكلموا ان تفاصيل الخبر بتقول ان مرس الكولر هيعيد توظيف كهرباء في الملعب لان دلوقتي بقى عنده انتونو موديست ووسامبو علي وهو محتاج يوظف كهرباء في مركز الجناح خاصة ان الفترة الاخيرة ما كانش بيعتمد على احمد عبدالقادر عموما هنشوف المدة اللي هيخدها الدوليين راح عشان يبدأوا تدريباتهم مع الفريق الاول اليوم السابع قالوا ان الاهل يبحث مع كولر مصير بقاء احمد عبدالقادر بعد العروض الخليجية احمد عبدالقادر قيل ان فيه عارض ليه من قطر وفيه عروض ليه من سموحة وسيراميكا سموحة وسيراميكا انا واثق ان الموضوع مش هيتم نتيجة تعاقد احمد عبدالقادر وان محدش في مصر يقدر يدفع قيمة التعاقد مع احمد عبدالقادر وان هذا نفس اللي حصل قبل كده مع صلاح محسن لما كان في يود شارعيز ياخد صلاح محسن ولكن هل العرض القطر هيبقى مناسب هل الاهل هيوافق على العرض القطري يعني الكلام اللي طالع ان اللي هيحسم موقف احمد عبدالقادر لو فيه عرض رسمي هو مرس الكولر وانا المعلومات اللي عندي ان كولر متمسك بكل اللعيبة اللي موجودة دلوقتي عشان البطولة الافريقية لو فيه لاعب مش في حسابات كولر كان خرج من بدري زي ما انتو شفتوا للفترة الاخيرة سواء لاعب تحت السن او حتى لاعب من الفريل اول وده حصل لما صلاح محسن فسخ التعاقد وما كانش موجود معه حتى في معسكر الامارات وهو سليم طيب كوراب لاصي بتكلمه على تجديد عقد علي معلول مع الاهلي علي معلول خلص مشواره مع تونس ويجع وهيبدأ الكلام على ملف التجديد للدولة التونسي علي معلول الكلام اللي طال ان الاهلي قرر فتح ملف التجديد للدولة التونسي علي معلول بعد العودة الى القاهرة وانا قلت الكلام ده لحضراتكم قبل كده علي معلول اولوية كبيرة جدا لللاعب وللنادي الاهلي انهم يكملوا الفترة اللي جاية تفاصيل بسيطة بيتم الاتفاع عليها ويتم الاعلان الرسمي ولكن علي معلول ان شاء الله مستمرني مع النادي الاهلي اخر حاجة عرض سعودي طلقا ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهل النادي الأهل رفض أي عرض وياسر إبراهيم مستمر مع النادي الأهل وفكرة إن اللعيب يطلع إعارة أو بيع أو الكلام ده القوام الأساسي الأهل بيحافظ عليه مفيش لعيب يتم الاستغناء عنه حتى نهاية المسيح دي كانت أبرز الموضوعات اللي في ترند الأهل نطلع فصل ونرجع نشوف الترند المحلي واللي بيتكتب على المنتخب والتحاد القورة إيه آخر التطورات اللي موجودة في السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند والهنستعرض فيه الترند المحلي البداية من حساب في الجول خبر في الجول اتحاد القورة يمد فترة القيد لمدة سبع ساعات ده الخبر اللي نهارده انفرطي بيه وقلت لحضراتكم إن فيه تعديل وإضافة على القيد المنشور اللي اتبعت في شهر سبع أن القيد أخره النهارده كان الساعة تلاتة العصر ولكن الساعة اثنين قبل موعد غلق الساعة بساعة بلغوا الأندية هنمد لعشرة بالليل هل عشرة بالليل كله يكون خلص ولس هنمد بكرة الصبح طب هنمد تاني يوم هنشوف اللي يحصل في الساعات اللي جاية حدش بيشتغل بصراحة يعني بالشكل ده عموما ملعب القايرة 24 بيقوله هل بدأت مفاوضات عودة كيروش لقيادة منتخب مصر مصدر في اتحاد الكرة بيوضح المصدر بيقول ايه بقى مجلس الجبلية لم يفتح اي خطوط تفاوض حتى الان مع البرتغالي كارلوس كيروش لقاعدته لقيادة المنتخب لم يتم اتخاذ اي خطوة حتى الان بشأن اختيار مدير فن جديد للمنتخب انتظارا لحسم مصير فيتوريا واللي اغلبية مجلس ادارة الاتحاد بيقيده رحيله عن منصبه يعني الاغلبية بتقيد رحيل فيتوريا انا بقول لكم فيتوريا مشي انا بقول لكم فيتوريا مشي واللي بيحصل دلوقتي هو التفاوض معه على الشرط الجزائي ياخد شهر ولا شهرين ولا متمسك بالثلاث شهور تركيز المجلس دلوقتي على التفاوض مع فيتوريا على الشرط الجزائي الثلاث شهور كارلوس كيروش وضع ايه المنتخب والتحاد الكورة لو عايز ينجز المزألة دي لازم يبقى فيه فريق عمل تاني بيشتغل في فسخ عقد فيتوريا والتعاقد مع مدير فني لان في التوقيت الحالي وانا بتكلم معكم فيه منتخبات افريقية خرجت من كأس الأمم بتتفاوض دلوقتي مع مدربين عشان تستعد لتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الناس هنا للأسف نايمة مش وقدة بالها الجزائر خرجت تونس خرجت غيانا خرجت كله بيغير كله بيغير الجل المغرب خرجت وممكن تغير وليد الركراكي على فكرة فكله دلوقتي بيغير يتلحق يما تلاقي نفسك بتشتغل على ايه بقى الصف الثالث والرابع ماشي آخر حاجة معاه في الترند المحلي مصدر ليلا كورة اتحاد بكورة ينتظر حسم مستقبل فيتوريا قبل الاجتماع الطريق اللي هو يوم الحد اللي جاي كل الكلام على موضوع فيتوريا وانا بقول لحضراتكم الموضوع انتهى جانب يشتغل على فسخ العقد وجانب يشتغل على مدير فني جديد طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي ترحناه في بداية الحلقة هل يستمر فيتوريا ولا يرحل وفي حالة رحيله من الانسب لخلفته ناصر بيقول مسائل خير اتوقع استمرار فيتوريا لان اللي قاتوا بيه موجودين لابد من محاسبتهم ثم اقالة فيتوريا ولو فيه مدرب جديد لمنتخبنا يبقى حصاب حسن يا اما مدرب اجنبي زو خبرة وبالتوفيق طيب سامح بيقول ارى رحيل فيتوريا ومن قبل رحيل الاتحاد المصري بالكامل ولابد من تكوين لجنة جديدة لادارة الكورة في مصر وفي حالة رحيله افضل مدرب مصر لقيادة المنتخب اه يعني هو لو مشي فيتوريا يعني يجي مدرب مصر صلاح بيقول لا طبعا ده لا فكر ولا رؤية ولا تخطيط ولا كورة ولا هو مدرب اصلا اختيار غلط جدا منهم يعني منهم ماشي منهم لله منظومة الكورة في مصر اخر تعليم معايا محمود بيقول يجب ان يرحل للنبدون شخصية والانسب حسام حسن يعني التعليقات الكلية اللي جات معايا على فكرة بتتكلم على ان فيتوريا يمشي ويجي مدرب وطن والناس قالت لو مدرب وطن يبقى الكابتن حسام حسن عموما هننتظر ونشوف خلال الاربع خمس تيام اللي جايين اللي هيحصل فيه الفترة اللي جاية بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء الاسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء